موسيقى مساء الخير بين أيار ألفين و ألفين وواحد وعشرين تتوالى الانتصارات المكتوبة بمعادلات من ذهب انتصرت غزة و أفشلت بسيف القدس كل الأهداف التي أراد الاحتلال أن يفرضها بالدم والدمار سيسيل الكثير من الحبر في الصحف الإسرائيلية حول زمن ما بعد انتصار أيار وستكابر تل أبيب قبل أن تعترف بالإخفاق لكن الوقائع الجديدة لا تخطئها العين وأولها الصوت الفلسطيني الموحد الذي قفز فوق كل الحواجز التي أوجدها الاحتلال بين غزة و الضفة و القدس و أم الفحم بين أبناء الأرض المحتلة و أجيال العودة في الأردن و لبنان وسوريا انتصار المقاومة بكل أبعاده و دلالاته نواكبه اليوم في هذه التغطية المباشرة من الميادين فلسطين الملحمة ويرافقنا من غزة الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور محمود العجرمي مساء الخير دكتور محمود من دمشق تركي حسن الباحث والحسن والباحث والخبير الاستراتيجية مساء الخير دكتور حسن واشتقنا لك وواصف عريقات الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية معنا من رمالله أهلا بك دكتور واصف وأهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام سأبدأ من غزة العزة مع الدكتور محمود العجرمي هذه المقاومة حققت هذا الانتصار الذي لا لبس فيه على إسرائيل دكتور محمود بعد كل جولة اسمح لي أن أذهب فقط إلى الماضي القريب عدوان 2008-2009 عدوان 2014 بعد كل جولة معادلات وقواعد اشتباك جديدة فرضتها المقاومة الآن بعد عملية سيف القدس بعد 11 يوما من رد المقاومة المدروس الخط التصاعد المتقن بوجه العدوان الإسرائيلي أي خلاصات نخرج بها اسمح لي أن أبدأ بالميدان السياء العسكري والاستراتيجي خصوصا وأننا نتحدث مع خبراء بداية كان واضحا أن العدو يقاتل قتالا أعمى في كل هجماته لم يحقق أو لم يصب هدفا استراتيجيا واحدا أي أنه وحين ادعى وقد استخدم 200 طائرة F-16 و F-35 وقال أنه دمر الراجمات ودمر الأنفاق وأنه مس على نحو عميق بقدرات المقاومة المقاومة وبعد دقائق أمطرته بأسلحتها بسواريخها بالهاونات وأصابت منه مقتلا إن كان في تل أبيب هذه الأيقونة التي لم يقترب منها أحد إلا المقاومة وكذلك كل المدن المحتلة إن كانت سدود أو عسقلان وكل المستوطنات حول قطاع غزة هذا الذي يجري إلى جانب أن كل المجهود العسكري الذي بذله العدو بهذه الطائرات المتعددة بالهاوتزر بالأباتشي بطائراته على صنوفها المتعددة لم تكل للمقاومة ما يمكن هذا العدو من استنزاف قدرات المقاومة وبالتالي المقاومة كانت عفية على مدار الـ 11 يوم استخدمت تنسيقا عاليا وتكتيكات هائلة الدقة أولا إن كان بالضبط والسيطرة على الميدان حيث الاتصالات مغلقة سلكية ما كان للعدو أية إمكانية للتنصت وبالتالي كانت الأوامر والردود متواصلة دون أي اختراق هذا من جانب من جانب ثاني أن المقاومة طورت من النوعيات يعني أنواع الأسلحة التي استخدمتها إن كان القاسم أو شهاب اللي هي الدرونز التي سميت بالانتحارية وكذلك الزواري الصاروخ 250 الذي وصل إلى رامون إلى البحر الأحمر وإيلات وكذلك ما أعلنه العدو بنفسه حول ما تمتلكه المقاومة أيضا من طائرات مسيرة كانت قادرة على رصد تحركات هذا العدو وتجمعاته العسكرية التي أيضا استطاعت المقاومة أن تطاعت معها خاصة وأنها انتشرت على غلاف قطاع غزة دون أن تكون محصنة وهنا أقصد مرابض الهاوتزر الدبابات وكذلك وحدات المشاة إلى جانب هنا أريد التأكيد على حقيقة بأن العدو منذ عام 2012 لم يتقدم بشكل حقيقي بمشاته أي أنه كان يتعاطى مع قطاع غزة من القشرة وأقصد هنا 2012 و2014 وبالتالي حين أعلن العدو أنه لن يدخل بالمشاة وأنه جاهز لإدخال المشاة هذا كان مناورة تكتيكية لا علاقة لها بالحقيقة لأن العدو يعلم علم اليقين أنه سيقاتل من أرض غير أرضه وجمهور معادي مع مقاومة مقتدرة لها أنفاقها وتعلم علم اليقين طوبغرافية منطقتها وبالتالي سوف يخضع العدو إن كان لتدمير آلياته الدبابات أو لأسر وقتل جنوده ولهذا هو يعلم علم اليقين ومنذ البدء أنه غير قادر على فعل ذلك دكتور محمود رسائل القوة التي أرسلتها المقاومة وكذلك خسارة العنصر الأهم من الردع الإسرائيلي وأسمح لي هنا أن أنتقل إلى سيادة اللواء واصف عريقات معنا من رمالله مساء الخير أستاذ واصف سأبدأ بسؤال رئيسي يطرح بالمعنى العسكري ما هي أبرز أسباب هزيمة هذا المحتل وأبرز نتائج أيضا وأسباب وعوامل وعناصر انتصار المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس ولماذا ما قبل سيف القدس ليس كما بعده مساء النور اخت وفاء لكي وللضيوفك الأعزاء وللمشاهدين كافة أنا أعتقد أن المقاومة الفلسطينية هي التي بدأت القتال وهي التي أنهت القتال حقيقة فكانت الكلمة الأولى لها والكلمة الأخيرة لها الفعل لها ورد الفعل لإسرائيل إسرائيل حينما كانت تواجه الجيوش العربية كان لها الفعل ورد الفعل للجيوش العربية ولكن حينما تواجه المقاومات تكون للمقاومة الكلمة الأولى والكلمة العلية ولإسرائيل رد الفعل وهذا هو الفرق ما بين إسرائيل اليوم وإسرائيل في السابق على سبيل المثال ما جرى خلال 11 يوم أولا الجيش الإسرائيلي وقطعان المستوطنين اعتدوا على المسجد الأقصى على الشيخ جراح على باب العمود الشعب الفلسطيني تصدى لهم بصدوره العارية وكسر هيبتهم في مواجهاته في صموده في التصدي لهؤلاء المحتلين استغاث أهل القدس بمقاومة غزة فلبت النداء أرسلت رسالة أولى للإسرائيليين بأنها جادة بأن أولا القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولا يمكن السكوت عليه إلا أن إسرائيل كانت تعتقد بأنها مثل تهديدات إسرائيل الكاذبة كحرب نفسية ودعائية لم تستجب لرسالة المقاومة فبالتالي بدأت المقاومة الفلسطينية تنفيذ خطتها المعدة بإتقان سلفا وهذا ما أطلق إسرائيل أن هناك خطط موجودة لدى المقاومة الفلسطينية يعني تنفذها حينما تشاء كانت الخطة مبنية على استدراج الجند الإسرائيلي لمواجهة المقاومة الفلسطينية حينما أطلق المقاومة الفلسطينية صاروخ الكورنيت على موقع عسكري على ضباط عسكريين بآلية عسكرية وأصابتهم إصابة دقيقة هذا بالعلم العسكري معروف هو استدراج للجنود الإسرائيليين للمواجهة الميدانية بأن لا تكون معركة شاملة كما تريدها إسرائيل بمعنى أنها تشمل المدنيين وتشمل الأبرياء ولكن إسرائيل هربت من المواجهة الميدانية إلى كما هو عادتها دائما مدنيين والمباني السكنية والأبراج نعم إلى استهداف الأبراج واستهداف المدنيين الشوارع المستشفيات في حين أن الفلسطينيين وبنك أهدافهم كان أهداف استراتيجية وحيوية أهداف عسكرية قواعد عسكرية يعني حينما ضربوا محطة الغاز حينما ضربوا مولية الكهرباء حينما ضربوا المطارات طبعا كان هناك قاعدة زكيم قواعد عسكرية كلها قواعد عسكرية مواقع جنود يعني كل المواقع العسكرية الحدودية تعرضت للقسف إما من الصوريخ متوسطة المدى أو من قذائف الهاون وطبعا كثيرا من القادة العسكريين الإسرائيليين تحدثوا عن هروب الجنود الإسرائيليين من غلاف قطاع غزة من قذائف الهاون هذه القذائف التي كانت يعني معروفة عن قذائف الهاون أنها يعني قصيرة المدى وأقل قذائف المدفعية الثقيلة تأثيرا ومع كل هذا يعني هرب الجنود لذلك أخت وفاء نحن نتحدث الآن عن مقاومة جديدة عن كي وعي للجند الإسرائيلي الجند الإسرائيلي الذي كان يعتقد أنه قادر على فعل أي أمر يعطى له عسكريا اليوم يشعر بأنه عاجز يعني العقيدة فقد زمام المبادرة بالميدان أفهم سيادة اللواء يعني إن قلنا كسرت الهيبة في القدس العسكرية الإسرائيلية وكسرت قوة الردع في قطاع غزة يعني العقيدة العسكرية القتالية كانت معتمدة على عناصر عدة منها القتال على أرض الغير منها الحرب الخاطفة والاستباقية منها تحقيق الانتصارات والعودة إلى الداخل أين إسرائيل منها الآن؟ يعني القتال الآن في تل أبيب قبل غزة يعني الجند الإسرائيلي لا يستطيع أن يذهب إلى ميدان المعركة بمعنويات عالية لأنه بيته وأهله معرضين للخطر يعني الألم بالألم لهذا كان يمكن أمام ما فعلته غزة كان المحتل الإسرائيلي أمام سيل من المفاجآت الذي بدأته المقاومة الإسرائيلية بداية بأهداف وبنك أهداف عسكرية مدروسة ومتقنة حتى منذ بداية العدوان بالسهداف تل أبيب يعني كنا نتحدث في المعارك السابقة أو الحروب السابقة بمستوطنات غلاف غزة حينما تبدأ المعركة من قلب تل أبيب هذا كان يعني المفاجأة الأكبر بمسار أو السياق التاريخي لهذه المعركة سيادة لواء اسمح لي أن أذهب إلى أستاذ تركي حسن معنا من دمشق مساء الخير أستاذ تركي إذا ذهبنا إلى النتائج بالنتائج العسكرية حتى الآن ماذا حققت إسرائيل ماذا خسرت بميزان تآكل ردع القوة لها هل خسرت الردع الذي لم نسمعه طيلة أحد عشر يوما يعني صمت المؤسسات الأمنية القيادات العسكرية القيادات السياسية حتى عن ذكر هذا المصطلح الذي كانت تتباهى فيه في المرات السابقة إسرائيل وماذا حققت المقاومة بالميزان العسكري أستاذ تركي وما هي الأسباب والعناصر التي جعلتها تنجح وتحقق هذا الانتصار مساء الخير لك ست وفاء مساء الخير لأستاذ الضيوف ولأستاذ المشاهدين والعملي في قناة الميادين أعتقد أنه سيكتب الكثير حول معركة غزة أو حول هذه الحرب التي استمرت حوالي أحد عشر يوما وبالتالي الآن ما نحلله هي عبارة عن تباشير التحاليل يعني هي الاستطلاعات الأولية أو الدراسات الأولية ولكن سيصار دائما إلى الاستفادة من هذه الدروس التي جرت في طيلة الأيام السابقة وبالتالي ستكون تبدأ الدراسات اعتبارا من وقف اطلاق النار وأحيانا تبدأ الدراسات والحرب هي قائمة من وقف اطلاق النار وكيف ستكون الخطط القادمة في تقديري أن إسرائيل تعرضت إلى ليس إلى خسارة فقط إلى هزيمة في هذه الحرب سياسية وعسكرية وميدانية أيضا بنفس الوقت وحتى في الاقتصاد يعني هناك خسائر اقتصادية وأهم شيء هو عبارة عن تهاء مفهوم الردع لدى إسرائيل يعني الردع بالمفهوم العام هو عبارة إجبار العدو أو تخويف العدو لأن لا يكون ردد فعل لديه تجاه الزاد وهذا الأمر لأنني أستطيع أن أقدم الأزى وأضرب العدو وأحسن المعركة إسرائيل الآن انتهى هذا الموضوع يعني إسرائيل كانت تتباهى في حروبها السابقة وفي السنوات الماضية أنها تستطيع أن تجبر أي جيش أو حتى أي مجموعة عسكرية تقوم بالقتال ضد إسرائيل وتستطيع أن تحسب المعركة سريعا إسرائيل تتعرض منذ عام 2003 هي في أزمة حقيقية هذه الأزمة كانت تغير الخطط الاستراتيجية للجيش الإسرائيلي وقد أنشأت لذلك خمس خطط حسب رؤساء الأركان الذين يقودون الجيش الإسرائيلي في السنوات العشرين الماضية يعني بدءا من دان حلوس ثم إلى جابي أشكنازي بني جاتس إزنكوت حتى وصولا إلى كخافي وبالتالي البناء الذي كانت تعتمده إسرائيل أو القيادات الإسرائيلية لم يستطع الجيش الإسرائيلي حتى الآن أن يتدرب على خطة ثابتة كل أربع سنوات أثناء تغيير رئيس الأركان تأتي خطة هناك جديدة وأعتقد أن من يقرأ حرب عام 2006 وهي جزء كانت موجودة منها فهناك تشابه بين ما جرى في الأيام اللي داعش الماضي والعمليات الجوية بأي مستويات؟ هنا بأين واحي تحديدا هذا التشابه؟ الآن أقول في الأيام الأولى أقصد حوالي 25 يوم من 33 يوم التي قامت في حرب عام 2006 في عدوانا 2006 كانت عملية جوية وكان الطيران يقوم بالقصف ويقصف الهدف أكثر من مرة وبالتالي الطيران هو الزراعة الطويلة التي كان يعتمده دان حلوس في حسم المعركة لم يحسم معركة وعندما تقدمت القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان أنذاك حسمت المعركة المقاومة من خلال استهدافها للمدرعات الإسرائيلية الآن لم يتجرأ الإسرائيلي بالدفع بقوات المشاة والقوات المدرعة وأعتقد أن اللواء واصف أشار في هذا الموضوع حسنا أنه تم استخدام صاروخ كورنيت أثناء طبعا هو استخدام صاروخين واحد على حافلة وآخر على عربة قيادة أو كان فيها ضباط قيادين وبالتالي هذا الأمر أعطى درسا للإسرائيليين أن لا يحاولوا الاقتحام لأن أي هجوم سيصار إلى تدمير القوات المهاجمة وبالتالي ستتعرض القوات الإسرائيلية إلى قسائر كبيرة وبالتالي هذا الأمر تيلت لدعشر يوم كانت هي عبارة عن ضربات جوية إسرائيلية يقابلها ضربات صاروخية تقوم بها المقاومة كما كان يجري حزب الله في عام 2006 أيضا بضربات صاروخية إذن هذا الأمر سقوط مفهوم الردع الإسرائيلي الآن الآن مفهوم الردع موجود لدى المقاومة وليس لدى إسرائيل المقاومة امتلكت أو تراكمت لديها الخبرات كيفية التعامل مع الطيران كما جرى لدى المقاومة أي أن الأسلحة محصنة الأسلحة مخبأة المقاومون في مواقعهم آمنون وأنا أنظر إلى الأرقام الخسائر التي تعرضت لها غزة في الفترة السابقة 50% هم عبارة عن أطفال ونساء وعجاز وبالتالي إذن المقاومة لم تخسر وأيضا بنفس الوقت هناك تعديم إسرائيل في نقطة هذه مهمة جدا نسأل بالقدرات والإمكانيات حسب آخر الأحصائيات حينما نتحدث عن عدد الصواريخ التي أطلقت من قبل المقامة الفلسطينية من قطاع غزة التي تتجاوز الخمسة آلاف في أحد عشر يوما هذا ما قمت به في 52 يوما في عدوان 2014 ماذا تقول المقاومة بإطلاق هذا العدد من الصواريخ وأيضا نحن نتحدث عن الاختلاف بالتكلفة يعني أقصى صاروخ لدى المقامة قيلة يكلف ما بين 300 إلى 1000 دولار في حين الصاروخ الذي يطلق من قواعد القبة الحديدية لاعتراض هذا الصاروخ الفلسطيني يكلف ما بين 50 و 160 ألف دولار هذه المفارقة كيف يمكن أن نفهمها بالبعد العسكري يعني لماذا هذا الإخفاق الإسرائيلي وتآكل قوة الردع المقاومة لم تقف لحظة واحدة بعد عدوان 2014 في تطوير قدراتها العسكرية فهي قد تسلحت وزادت من ذلك ويدل على ذلك أن هناك أسلحة تم الكشف عنها سواء كان لدى القسام أو لدى سرايا القدس وقد تم استخدام هذه القدرات العسكرية وبالتالي لم يتم استخدامها كلها وأعتقد أن هناك مفاجآت اليوم أعلن عن طائرة طائرة مسيرة في غزة وهذه الطائرة يعني هذا شيء جديد وأعتقد أنها لم تستخدم ولدى المقاومة بالتأكيد قدرات جديدة لم تفصح عنها كانت تؤجل استنادا إلى تطور المعركة أعتقد أن هذا الأمر يسجل المقاومة في أنها هذا إيران كشف إيران عن طائرة مسيرة جديدة متطورة وإطلاق اسم غزة عليها أستاذ تركيس صحية 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 لا في غزة أيضا الزواري وشهر نعم الزواري صحيح وهو مواطن تونسي وكان بنفس الوقت هو مسؤول عن تطوير السلاح المسير لدى كتائب القسام في تقديري أننا الآن أمام واقع جديد هذا الواقع الجديد الذي أفضى إلى خسارة سياسية إسرائيل الآن تخسر قضية وجودية لأنها كانت تقدم نفسها للغرب بأنها دولة ديمقراطية الآن الغرب يقول أن هذه الدولة غير ديمقراطية هي تقتل شعبها يعني بالحد الأدنى أن الفلسطينيين الذين يقيمون في عرب 48 هم يتعرضون إلى القتل وإلى الإهانة وإلى التشريد وإلى الإجلاء وإلى كل شيء إذن إذا من صفة الدولة الديمقراطية قد انتهت الصفة الثانية وهي عبارة عن الهوية أعتقد أن هوية الدولة الإسرائيلية الآن تتجه باتجاه المنحة يهودية الدولة وليس الدولة الديمقراطية وهذا أمر تخسره إسرائيل بدليل أن في الولايات المتحدة الآن هناك سواء كانت في الكونغريس أو في الصحافة أو في الرأي العام من يلوم إسرائيل على هذه الحرب ومن يتهم القيادة الإسرائيلية يعني ناتنياهو والقيادة سواء كانت سياسية أو أمنية أو عسكرية اسمح لي أستاذ تركي أن نترك هذه النقطة بعد قليل لمناقشة خيارات ومأزق هذا الكيان المحتل وخصوصا المستقبل السياسي ولكن أريد أكثر أن أفكك هذا الميدان معكم كخبراء استراتيجيين أمنيين وكذلك عسكريين أعود إليك يا دكتور محمود العجوري يعني فيما يتعلق باستراتيجية يعني اليوم عنوانة الصحف الإسرائيلية إسرائيل ما بعد وقف النار فشل الاستراتيجية فيه تم الحديث والتطرق وتوزعت الآراء ما بين اتجاهين اثنين الأول يقول أن هذه المواجهة خيضت من دون استراتيجية إسرائيلية فيما يقول كما ذكر الآن أستاذ تركي حسن لا فيه استراتيجية مع كل تغير لرئيس أركان هناك استراتيجية توضع وقيل أن هذه الاستراتيجية تم العمل عليها منذ ثلاث سنوات في الكيان الإسرائيلي وهذه الاستراتيجية فشلت في التطبيق قولا وفعلا يعني هنا نتحدث عن تشيلو رزنبرغ وهو محلل في موقع ولا نيوز يقول أن حرب غزة الأخيرة الخلاصة الأساسية أنه خرجت إسرائيل من دون استراتيجية من دون أي تخطيط للمستقبل ومن دون أي خطة سياسية لليوم التالي في تحميل لكوخابي هذا الثلاثي جانس وبنامين نتنياهو هذا الفشل ما هي المقاربة لديكم باعتقادكم لم يكن هناك استراتيجية لدى الإسرائيلي أم فشلت المعطيات التي وضعها بتقديراته الاستخبارية الأمنية في فشل دريع إذا كان هناك استراتيجية طبقت بالشكل التالي طبيعة المعارك عفوا دكتور محمد العجرم اخطأت بالدعريف دكتور محمود صحيح طبيعة الأهداف التي تعاطى معها العدو الصهيوني أوضحت على نحو لا جدال فيه أنه لا يمتلك خطة ولا يمتلك فعليا بنك أهداف هذا من جهة رغم أن العدو كما نتابع جميعا أجرى مناورات عسكرية إن كان في الشمال أو في الجولان أو على غلاف قطاع غزة مناورات تكاد لا تتوقف وآخرها كان مناورة قبل العدوان بيومين فقط تحاكي هذه المناورة القتال على عدة جبهات أي تقديرا بالجبهة الفلسطينية في الجنوب وكذلك انفجار وانتفاضة في الضفة الفلسطينية المحتلة وكذلك انفجارات في لبنان مع سوريا وكما نلحظ أن الطريق اليوم بات مفتوحا وهذا ما يقلق تماما كيان دولة الاحتلال الطريق مفتوح اليوم من طهران إلى بغداد إلى دمشق إلى بيروت هذا كله كان العدو يقول بأنه يضعه في الحسبان ولكن تطور العمليات العسكرية يعني من خلال المتابعة الميدانية لمجريات الـ 11 يوما العدو كان يقصف المكان الواحد عدة مرات ولندقق في الأهداف التي تعاطى معها الاحتلال كلها مدنية بما في ذلك مراكز الشرطة ووزارة الداخلية والجوازات وقس على ذلك إلى جانب إذا دققنا أيضا في ضحايا هذا العدوان وكما ذكر ضيوفكم الكرام أطفال نساء كبار سن وفي جلهم مدنيين المقاومة لم تخسر فعليا لا في عدتها ولا في عديدها العدو وأعتقد أنه منذ عام 2002 واثنين في الضفة الفلسطينية السوري الواقي ومن ثم في جنوب لبنان تموز 2006 وقس على ذلك 2006 في غزة 12-14 وحتى مع سيارة متكال الوحدة الخاصة عام 2018 العدو تآكلت قدرته على الردى تآكل القدر على الردى كما ذكر ضيفكم الكريم من دمشق حين لا تستطيع قوة أي كان ثقلها أن تنجز أهدافا سياسية هذا يعني أن قدرتها على ردع الآخر وإنجاز أهداف أصبح غير ممكن المقاومة بمبادرتها ليس فقط بإنذارها للاحتلال حين تقدم على باب العمود ثم ذهب لتطهير عرقي في حي الشيخ جراح ثم بتدنيسه بجماعات الهيكل للمسجد الأقصى المقاومة كانت واضحة وصادقة وقالت له الاقتراب هو خط أحمر من القدس بالتالي هي فرضت عليه توازن رعب اليوم إلى جانب تآكل قدرة الردع وكانت عند كلمتها هذه سابقة أن تعلن المقاومة وليس جيشا جرارا أنها سوف تستهدف مواقع العدو وحددت له الساعة ورغم ذلك لم ينجح في إسقاط هذه الصواريخ والمقاومة أيضا درست جيدا ومن الميدان ومن الخبرة المتراكمة كيف تدخل إلى هذا العدو وإلى قبته التي يفخر فيها هي كانت تطلق طلقات 23 ملي أو 14 نص وكذلك كانت تطلق صليات متواصلة بحيث لا يستطيع هذا العدو حين يحاول ملع بطاريات القبة الحديدية كانت الصواريخ تصل إلى أهدافها هذا كله ضرب بمعنى توازن الردع ضرب على نحو عميق معنويات هذا الجيش الذي لقم في جزئية دكتور محمود لأنه لا يهزم صحيح لأنه في عام النفسي لابد من الحديث عنه توقيت الإسرائيلي كان يضبط على ساعة أبو عبيدة وأبو حمزة كما يقال بصواريخ البهاء عند الساعة التاسعة وكما يحددها الناطق باسم القسام نحن نتحدث بمرحلة مغايرة ولكن لماذا لجأ الإسرائيلي في مكان ما ومتى وصل إلى اليقين وإلى هذه النتيجة بأنه غير قادر للذهاب إلى عملية برية رغم التلويح رغم أن إشاعة الأكاذيب نقلة إلى وسائل إعلام تقليدية أمريكية تدعم ذلك مثل النيورك تايمز وراشنطن بوست التي قالت بأن نتنياهو بدأ بهذه العملية البرية وكذبتها الوثائق والحدود التي عرضتها الإعلام يمكن القول فصائل مقاومة مجتمع وغرفة العمليات المشتركة بالتوثيق الإعلامي لهذه الحدود التي كانت خالية من أي جندي إسرائيلي متى أيقن ذلك الجيش الإسرائيلي أو هذه الخلاصة نتحدث بتقديرات المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية أعتقد أعتقد جازما بأن العدو وصل إلى هذه القناعات ليس فقط في المعارك التي جرت على مدى 11 يوما الماضية العدو وصل إلى ذلك في جنوب لبنان وصل إلى ذلك أيضا على حدود قطاع غزة هذه هي قناعة بمعنى أن قدرة العدو منذ عام 2006 فعليا حتى هذه الدقيقة العدو يعلم علم اليقين أنه غير قادر على إنجاز أهداف سياسية حقيقية هو يعلم تماما أنه إذا تقدم بمشاته أولا كانت وحداته منتشرة إن كانت المشاة أو المدفعية أو الدبابات تحت مرمى الهاونات بعياراتها المتعددة وحتى في تموز 2014 إبان الـ 51 يوم كالت له المقاومة إصابات قاتلة بجنوده وآلياته إلى جانب استخدام الأنفاق غزة فيها عدة أدوار من الأنفاق المصانع موجودة في أمكن محصنة تماما المقاتلون كذلك مخازن الأسلحة كل شيء تحت السيطرة والتواصل والضبط والسيطرة ما بين القوات ويعلم العدو ذلك لنتذكر أن لواء النحل أعيد بنائه مرة أخرى في الشجاعية والتفاح في تموز 2014 وبالتالي العدو يعلم بـ 2012 إذا أردنا أن نتحدث عن النقاط التي دخل إليها الاحتلال 2012 و2014 العدو لم يدخل إلى بيت حنون لم يدخل إلى بيت لاهية لم يدخل إلى غزة المدينة لم يدخل إلى خنيونس لم يدخل إلى رفح ليس فقط في هذه المعارك وبالتالي العدو حين قرر وادعى فيما بعد أنه سيدخل بالمشاء كان يعلم أنه لن يدخل بالمشاء أي جيش لا يمكن له أن يحقق أهدافه إلا إذا تمسك بالأرض بالمشاء أي أن كان القصف الذي يمارسه إلا إذا استخدم ولذلك نحن أمام مقاربة مشابهة لتموز 2006 بعدم تحقيق الإنجاز من خلال القصف الجوي أو هذه سياسة الأرض المحروقة لم توصل الإسرائيلي إلى بنك الأهداف لألمقاومة إن كان في 2006 وهذا يتكرر بغزة في 2021 اسمح لي ذكرت نقطة مهمة دكتور محمود أن أنقلها إلى سيادة اللواء واصف نحن أمام ظرف غير اعتيادي حينما تعلن المقاومة بأنها هي من تحدد ساعة الصفر بإطلاق الصواريخ ومتى إنهاء إطلاق هذه الصواريخ يعني البداية والنهاية وأيضا نحن لا نتحدث فقط عن قدرة مقاومة كشفت عن عدد من المفاجآت التي لم تنتهي بأحد عشر يوما حينما نتحدث عن الطائرات المسيرة المفخخة مثل شهاب الزواري وحتى في شقيق الشهيد محمد الزواري قال في مسيرات أخرى قام بتصنيعها وكان لديها يمكن إنجازات كبيرة فيها الشهيد الزواري إضافة إلى الغواصة ونحن نتحدث عن صواريخ مثل عياش بدر وكذلك القاسم لكن بالمقابل هناك في الجبهة الداخلية الإسرائيلية هذه الجبهة لم تحتمل الأحد عشر يوما سيادة اللواء ماذا يعني بقواعد الاشتباك الحالية ما بين المقاومة بما تمتلكه وهذا الكيان بما يمتلكه يعني الفعل المقاومة على الأرض انعكس على التصرف يعني حينما يخاطب الناطق العسكري باسم غرفة العمليات المشتركة ويقول للإسرائيليين في تل أبيب معكم ساعتين تتحركوا وبعد انتهاء الساعتين تنهمر الصواريخ على تل أبيب هذا يعني أن السيطرة والقيادة هي للمقاومة الفلسطينية وأن الجيش الإسرائيلي غير جاهز للردع وغير وأيضا منظومة الدفاعية القبة الحديدية القبة الحديدية والعصى السحرية وحتس حتس الأمريكي الإسرائيلي الذي كلف المليارات لم توفر أي حماية للجبهة الداخلية الإسرائيلية لذلك الجبهة الداخلية الإسرائيلية كانت تتلقى التعليمات وتصدقها وتنفذها بكل أمانة لأنها تدرك تماما أن هي المعلومات الحقيقية وليست المعلومات الصادرة عن الأمن والاستخبارات الإسرائيلية وهذا يا أخت وفاء يقودنا للحديث عن الإعلام المخادع يعني الإعلام الإسرائيل والإسرائيليين وأنا يعني حاولت أتابعهم كثيرا كانوا يسمعون لكم للميادين ولكل وسائل الإعلام لأنهم يعتبرون أن الخبر الحقيقي عندكم أما الإعلام الإسرائيلي لأنه مبني على توجيه من أجهزة الأمن والاستخبارات ونتيجة ضعف الموقف العسكري والميداني طبعا هو الذي يعني أبعد نفسه عند الجبهة الداخلية الإسرائيلية وجعل من الجبهة الداخلية الإسرائيلية تستمع لكم الجبهة الداخلية الإسرائيلية أصبحت على يقين بأن جيشها وكل ما كان يتشدق به من مناورات كاذبة ومن تهديدات سقفها عالي ومن أن لديها إمكانيات ردع كل هذا تبخر وتبين أن إمكانيات غزة المتواضعة وطبعا هنا يجب أن نتحدث بصراحة لا يمكن مقارنة موجود قطاع غزة من الميزان العسكري مع موجود إسرائيل ولكن الإرادة الثورية مهارات الميدان التصميم العزم إدارة المعركة الضبط والربط غرفة عمليات مشتركة تنسيق وتعاون تكامل بين جميع فصائل الفصائل الفلسطينية كل هذا أنتج قدرة قدرة على المقاومة وهنا دعيني أقول لك بصراحة إسرائيل إسرائيل يعني نفذت العديد من المناورات ورسمت الكثير من الخطط ولكن هذه التدريبات وهذه الخطط هذه فقط نجحت من طرف واحد يعني أن الجيش الإسرائيلي حينما ينظم مناورة ينظمه على نفسه ويقوم بتدريباته بين جنوده ولكن عند التطبيق العملي لا يمكن للجندي الإسرائيلي أن يستطيع مواجهة صحيح لأنه سيادة اللواء يعني اسمح لي بهذه النقطة وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث أنه بخمسة عشر عاما الماضية الأعوام الماضية عملت القيادة الأمنية القيادة العسكرية حتى الإسرائيلية بشطة طرق لرفع مناعة وجوزية هذه الجبهة يعني نتحدث عن قدرة تحملها هذه الجبهة الداخلية أو قادرة على تحمل بمدة كحد أدنى لعشة أسابيع وتصل إلى خمسة عشر أسبوعا حينما لا تتجاوز العشرة أيام يعني منذ الأيام الأولى هذه الجبهة تفككت وبدأ ألوان يصيبها هنا أي إنجاز نتحدث بالنسبة للمعارك المستقبلية إذا ما خيضت لأنه نحن أمام اليوم احتمالات كبيرة نتحدث عن مقدمة لمعركة تحرير كاملة ما مصير هذه الجبهة الداخلية؟ أخت وفاء أذكرك وأنت في لبنان يعني حينما اشتاحت القوات الإسرائيلية جنوب لبنان عام 1982 ووصلت إلى بيروت وحاصرتها وحاصرتها كانت قد قامت بعمليات قبلها تجربية في العام 1978 إذا بتذكري كانت عملية الليطاني ووصلوا إلى نهر الليطاني وارتدوا من هناك لم أكن قد ولدت ولكن أقرأ التاريخ وأسمع إلى أمثالكم سيادة اللواء جيد جيد إذن المحاولة الأولى كانت 78 في عملية اجتياح الليطاني وكانت بحدود 50 ألف جندي وفشلوا قامت بمحاولة ثاني عام 1980 في عملية سمية تقطيع الأوصال يعني دمرت تقريبا 70% من البنية التحتية في جنوب لبنان وصولا إلى مشارف بيروت في العام 1980 كان هناك أيضا حرب سميت بحرب المدفعية وكان لي الشرف أن أقودها أنا في مواجهة الإسرائيليين ومع الأسف كان قائد المدفعي الإسرائيلي أعرفه ويعرفني وقد تدربنا في نفس المدرسة في الولايات المتحدة الأمريكية وهزم أمام إمكانياتنا المتواضعة هذه العمليات التجربية الثلاث قبل عملية 82 ونحن نقول يا أخت وفاء وإياك وضيوفك والمشاهدين أن هذه العملية التي جرت وقبلها سواء كان من 2006 في جنوب لبنان و2014 وما بعدها و2021 هي عمليات تجربية يعني كما سمحت إسرائيل لنفسها أن تقوم بعمليات تجربية نحن أيضا نقوم بعمليات تجربية للعملية الأكبر وقد أسست المقاومة وراكمت إنجازات وإيجابيات كبيرة يعني يفتخر بها البعيد قبل القريب وتستطيع من خلال مراكمة هذه الإنجازات أن تذهب للعملية الأكبر وهي عملية تحرير القدس وإزالة الاحتلال هذا ليس كلاما عاطفية نحن أمام محطات مفصلية بهذا التاريخ بالصراع مع المحتل الإسرائيلي سيادة اللواء إن كان ب82 أو ما جرى في 2000 التحرير و2006 هنا نتحدث عن ارتدادات على المنطقة ولا نتحدث فقط على المساحة الجغرافية التي يدور فيها هذا الصراع ولهذا اليوم بات يتم الحديث ما بعد معركة سيف القدس نحن أمام ارتدادات ليس فقط على القضية الفلسطينية على الشأن الفلسطيني على الجغرافية الفلسطينية المتقطعة ولكن نحن نتحدث عن ارتدادات إقليمية هذا ما ذكره الدكتور محمود قبل قليل أستاذ تركي حسن يعني الطريق اليوم بات مفتوحا كما قال من طهران إلى بغداد دمشق بيروت وهذا ما يقلق البحتل نحن بالأمس استمعنا أو شهدنا تغير مهم جدا يعني فتح الرئيس الأسد يقول أبوابه من خلال لقائه بالفصائل المقامة الفلسطينية سوريا لكل الفصائل حتى من ضمنها حركة حماس رغم كل الالتباسات أو العتاب الذي في الفترة الماضية نحن صفحة جديدة أمام صفحة جديدة من خلال هذا التعاون ماذا يعني بالمستقبل واليوم أيضا في كشف من قبل إيران عن هذه المسيرة تحت اسم غزة وما يمكن الخطوة التي قام بها السيد إسماعيل هانية لشكر وعرفان أيضا للجمهورية الإسلامية الإيرانية بما قدمته للمقاومة الفلسطينية ولهذا المحور بأكمله أي ملامح ترسم ما بعد سيف القدس لهذا الإقليم اليوم لأن المحور متكامل وبنفس الوقت المحور يخطط وينسق ويضع الاستراتيجيات وبنفس الخطط العملية أعتقد أن هذه العملية يعني ما جرى في غزة هي عبارة لكل المحور وبالتالي سيستفيد المحور بكاملها المقاومة استفادت من الحرب على سوريا والعدوان على سوريا المقاومة استفادت أيضا في غزة من حرب عام 2006 وبالتالي هناك تراكم خبرات كما تحدث أخي الواصف وهذا التراكم هو عبارة عن زيادة معرفة وزيادة أيضا في القدرات وبنفس الخطط الاستراتيجية التي يبنى عليها في تقديري أن ما جرى في الأيام الأحد عشر السابقة التي من العدوان الإسرائيلي أعتقد أن ستكون هذه الحرب حرب مفصلية أي بمعنى آخر لن تجر إسرائيل على مهاجمة لا غزة ولا جنوب مبنان ولا حتى سوريا لأن هذا الأمر أعطى دروسا قاسية والمقاومة أيضا درست هذا الأمر ونتائجه السياسية والعسكرية وحتى نتائجها سواء كان على غزة أو على كامل المحور بكامله إذا كانت المحاكات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي لمناورة كان سيجريها ولمدة شهر حول حرب قادمة على جبهة كما ذكر يعني في غزة وفي الداخل الفلسطيني وفي جنوب لبنان وعلى سوريا أعتقد أن هذا الأمر حسم في محاكات بسيطة ليس في محاكات في تمرين حقيقي في حرب حقيقية جرت لمدة 11 يوما عجزت إسرائيل عن تحقيق ما خططت له حتى على جبهة واحدة على جبهة وهي جبهة غزة فكيف يمكن لها أن تقوم بجبهة أو بحرب على مجموعة من الجبهات ماذا لو كانت هناك تشترك الجبهات الأخرى في هذه الحرب يعني المقاومة في لبنان السوريا الإيران وبالتالي هذا الأمر كان سيكون كارثة نهاية إسرائيل أعتقد سيعاد النظر في كل شيء وعلى إسرائيل أن تعد درس بمعنى آخر أعتقد أنها ستحرك يعني مستنقعا آسنا وسيتحرك ما يسمى عرب الاعتدال من أجل إجراء تسوية وخاصة أن هذه الحرب قد أسقطت صفقة القرن إلى غير رجعة شو يعني عرب الاعتدال يا أستاذ تركي عرب الاعتدال المطبعين العرب المطبعين أي صفعة اليوم مني بها نحن أمام نتائج أساسية بمحاولة تزييف الوعي كان إدخال المنطقة للجماهير العربية بأن الكل تخلى عن فلسطين وهذا شأن فلسطيني اليوم أمام هذه الحركة التضامنية ما الذي يستطيع أن يقوم به أو تستطيع أن تقوم به هذه الأنظمة العربية الآن هناك مسارعة لإحياء ما يسمى اللجنة الرباعية ومن أجل تسوية كما يقولون أننا لحل الدولتين وتقوم الولايات المتحدة والرئيس باديا وحتى أنا قلت ما عرب الاعتدال هم من العرب المطبعين سواء كانت مصر التي طبعت أولا واجرت اتفاقية أو الأردن أو حتى السلطة الفلسطينية أو عرب المطبعين الذين لحقوا في الآخر وبالتالي هذا الأمر مسارع الآن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لإسرائيل والمحاولة الآن لإنقاذ إسرائيل وليس فالجميع يدرك أن إسرائيل أصبحت في ورطة وأن محور المقاومة قد كبر دوره وحجمه ويستطيع الآن بشكل يقيني أن يقول أنني أستطيع أن أحرر فلسطين وتحرير القدس بات قريبا ويكفي أن نشير إلى مسألة الآن عندما ذكرتم حول الإعلام أن ألطق خمس تلاف صاروخ القيادة الإسرائيلية تقول أنها حيدت أو بالأحرى تصدت لتسعين بالمئة من صواريخ المقاومة إذا كان رئيس بلدية عسقلان وهذا تصريح يمكن أن تعيديه وتأخذيه من الصحافة وسائل الإعلام يقول لقد سقط على عسقلان تسعمئة صاروخ عسقلان لوحدها سقط عليها تسعمئة صاروخ هذا فضلا عن المناطق الأخرى والمدن الأخرى إذن القبة الحديدية التي كانوا يقولون عنها لم تتصدى لنصف لم تتصدى لنصف هذه الصواريخ ليس لنصفها ولا حتى 30% منها عندما يسقط على عسقلان تسعمئة من خمسة ألاف هل كل الصواريخ كانت موجهة على عسقلان؟ بالعكس إذن الصواريخ وصلت إلى تل أبيب وما بعد تل أبيب صحيح وصلت إلى كل المناطق التي كانت تستهدفها أو التي تم رشقها بهذه الصواريخ أنا في تقديري أننا الآن أمام مفصل حقيقي نستطيع أن نبني على نتائج هذه الحرب وبالتالي نقول أننا الآن ما كنا نقوله في عام 2000 عندما حررت المقاومة جنوب لبنان كان هناك من يقول أن هذه إسرائيل هي التي انسحبت وفي عام 2006 عندما تم إسقاط أو لنقل إفشال الغزو الإسرائيلي للبنان كانوا يقولون أن هناك تدخلا وهناك القرار 1701 الآن ما هو القرار الذي أوقف أطلاق النار؟ أكبر رات جيمكن أن ينشئوا ويقوموا بتعيين لجنة مثل لجنة فينغراد يمكن وصفت حقيقة الواقع أستاذ تركي ولكن أريد منك بتوضيح لأنه بقي لي أقل من سدقائك وسأقسمهما بالتوازي ومناصفة ما بين سيادة اللواء الدكتور محمود بما يتعلق بموقف سوريا من احتضان المقاومة الفلسطينية إلى ماذا يؤشر؟ إلى تعاون مباشر؟ إلى تكامل جبهات محور المقاومة؟ ماذا تعني هذه الخطوة الأساسية فيما بعد؟ دعيني أبدأ بالقول دكتور محمود السؤال موجه لأستاذ تركي وسأعود إليك في اللقاء الذي جرى بين السيد الرئيس وفصائل المقاومة أهدأ تحياته لكل الفصائل بما فيها كتائب القسام وسرايا القدس وبالتالي نحن لم نكن ضد حماس كحماس نحن هناك جرح وبصراحة ترك أثره في نفوس السوريين لبعض القيادات في حماس التي تعاملت مع المسألة السورية خاصة في ظل دعم الإرهاب وما جرى في سوريا في الداخل أعتقد أن هذا الأمر تجاوز لأن هناك صراع أساسي نحن لم تغب فلسطين هي بوصلتنا البوصلة الفلسطينية لسوريا كانت ولا تزال وستستمر وبالتالي هذا عودت الشيء إلى طبيعته أي بمعنى آخر أن المقاومة وبنفس الوقت سوريا في محور المقاومة قضيتها الأساسية المركزية هي عبارة عن فلسطين والشيء الطبيعي أن نعود وأن نلتقي وأن نحتضم بعضنا البعض وأن نعمل ونخطط ووفق الاستراتيجية وكل التكتيكات وكل الخلافات يمكن أن تزال وتزال بطبيعة الحال في هذا اللقاء أزيل يعني أزيلت كل الخلافات وصلت الفكرة أستاذ تركي للأسف يمكن أن أعطيت المزيد من الوقت للوقت المخصص لنا بدقيقتين دقيقة لك دكتور محمود ودقيقة لسيادتي أنا آسفة بالنسبة للوقت دكتور محمود نحن أمام يمكن كما ذكرت الآن المقاومة الفلسطينية هي من بادرت لاتخاذ زمام المبادرة وهي من حسمت حتى بشروط وقف إطلاق النار ولكن أن تصل إرادة الفلسطينيين ليس بما قررته المقاومة في غزة هذا التلاحم الشعبي هذا الالتفاف الجماهيري ماذا يعني للمرحلة المقبلة كيف يمكن الاستثمار به للاستمرار بهذه الانتفاضة ولا تقف الأمور عند هذه المعركة أو هذه الجولة من الصراع القائم مع الإسرائيلي أتحدث الضفة والـ 48 بشكل واضح واحدة من الهزائم التي وجهها العدو الصهيوني غيابه عن تقييم حقيقي لمحور المقاومة وشعبنا الفلسطيني وتوحده وشعوب أيضا أمتنا العربية والإسلامية واضح أن العدو لم يهزم فقط في قطاع غزة وإنما هزم أيضا في القدس هزم أيضا في الضفة الفلسطينية المحتلة التي اعتقد أنها قد طبعت مع اتفاق أوسلو ومع التعاون الأمني وكذلك مع الأسرلة التي اعتقد أنها أصبحت نافذة في فلسطين عام 48 وكذلك مع شعوب أمتنا العربية إن كان في الأردن أو في سوريا أو في لبنان إلى جانب هذا الموقف المقاوم الأصيل في سوريا لاحتضان المقاومة وهي كانت ولم تزل حضن المقاومة هذا الإطار الذي أفرزته عملية غزة هذا العدوان وما أنتجه سوف يترك أثرا عميقا وسوف نبدأ مرحلة جديدة تماما مع هذا العدو ما ملامح هذه المرحلة الجديدة بدقيقة واحدة للأسف سيادة واصف عريقات بالنسبة لغزة تنتصر للقدس ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ هناك الآن معادلات جديدة سواء كانت في قواعد الاشتباك في العمل العسكري أو في إدارة المعركة أو في مخاطبة العالم العالم الذي وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني لأنه شعر بأن هذا الشعب قوي سواء كان بصموده وصدورهم العارية أو من خلال مقاومته فبالتالي قوة الفلسطيني الآن هي التي تجعل من القضية الفلسطينية قضية حية يحترمها الجميع وطبعا هناك كثير من مواقف دول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية الداعم لإسرائيل أيضا تغيرت لأنه الفلسطيني قوي والإسرائيلي ضعيف نحن الآن في مرحلة صعود والإسرائيلي في مرحلة وبوط لذلك المستقبل لنا والقدس لنا وفلسطين لنا وكل أحرار العالم سيدعموننا لأننا أقويا لأن فلسطين الملحمة كما هي وعنوان تغطية الميادين شكرا جزيلا لك سيادة اللواء واصف عريقات الخبيب في الشؤون العسكرية والأمنية كنت معنا من رمالة الشكر موصول لك أستاذ تركي حسن الباحث والخبير الاستراتيجي كنت معنا من دمشق وشكرا جزيلا لك دكتور محمود العجمي الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية كنت معنا من قطاع غزة الشكر الأكبر لكم مشاهدين الأكارم على طيب المتابعة لهذه التغطية ضمن تغطية الميادين فلسطين الملحمة وفلسطين تنتصر في أمان الله اشتركوا في القناة